اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب وكانت لعبة شي مره رهيب وفيها سوبر هيرو زي باتمان مثلا انت كمخرج اللعبة ما تتمنى انك انت تكون مكان باتمان هذا في لاعب بي سي سوى مود لنسخة باتمان اركم نايت عال بي سي صير بدل باتمان تلعب بمخرج اللعبة شي جدا رهيب زي ما تمشي في اللقطات مخرج اللعبة صير هو في اللعبة بدل باتمان يكفخ في الاعداء والعصابات في مدينة غاثم لا وفوق هذا كمان يركب الباتموبيل لكي لا اقدر اتوقع يطير خصوصا ما عنده اجنح واللبس الله و الله نجال سيطير الرجال توقعهم المخرج ما علق عن الموضوع المخرج أعطى الفيديو لايك ونزر التويتو ومعطى الفيديو لايك والي يسوي الفيديو الشخص اللي سوي المود هذا قام ميهايط الموضوع ait اوو هطاني لايك مخرج اللعبة جدا انه ممسئوط صراح الهني اب اسم كل مصوء الله مصنمر اعاب الفيديو يضعوا نفسه فالعابهم لان que حقهم احنا نعرف ان مايكروسوفت اخذوا الفريق اللي هو حق مينكرافت واعلنوا انه هذا الشي ما راح يمنع مينكرافت انه تنزل على باقي الاجهزة وكذا لكن كان فيه فل سبينسر اللي هو الشخص حق اكس بوكس في مايكروسوفت قال انه ما في مينكرافت في الوقت القريب على الاقل انكر هذا الشي الان نفس مصمم اللعبة قال نفس الكلام انه ما يشوف اي داعي لجزء الثاني قريبا في حين انه في اضافات راح تستمر تنزل للعبة وكذا احسن لكن فكرة جزء الثاني نفاها حاليا على الاقل لكن ما نفع انها راح تجي في المستقبل الله يعين لكن عموما انه نقول اذا انت تنتظر مينكرافت 2 فلسه قدامك مشوار طويل نيد فور سبيد من اكثر اللعاب اللي شباب اللي يحبون سباقات سيارات متحمسين هلين جاهم خبر انه اللعبة لازم تكون متصلة بيننا طول الوقت فالحين المتحدث في اسم اللعبة ايش قال قال السبب الرئيسي اللي يخلى اللعبة تصير كذا الناس يصير متصلة بيننا طول الوقت يا شباب اللعبة فيها نظام لالتقاط الصور داخل اللعبة فانتلم يصير تاخذوا الصور هذي يصير انها ترفع اوتوماتيكيا على النت فيصيرون الناس يشوفون الصور هذي ويصوتو لك واذا يصوتو لك يصير جيك فلوس في المقابلة يقدر تشتري اشياء داخل اللعبة طبعا فلوس يعني داخل اللعبة وكذا فهذا هو سبب طبعا الرجال تهزع على الموضوع عن السبب ما هو شي ذلك اللي مري عشان تسوون حركة زي كذا فالعين اللي يحبون اللعبة ونقول ان شاء الله انهم يعني مع الوقت يكنسرون الحركة هذي ولا شي وبما اننا نتكلم عن لعاب السيارات في عندنا فورزا سيكس نزلتها فيديوهات كثيرة في جيمز كوم يعني توريك الحلبات وكذا سباق داخل اللعبة في كذا فيديو رح حاطلكم الرابط حقا موجود تحت شوف اللقطات منها الحين اغلب اللقطات هذي كانت من سباق خلال الليل وخلال او جواء منطرة فاذا انتم جدا متحمسين للعبة توقع الفيديوهات هذي بتعجبكم انها فعلا جدا مشوقة للعبة فورزا سيكس تقدم يعني رسومات جدا ممتازة وتطور كبير عن الجزء الخامس فعطونا رأيكم في تعليقات عنها مو بس فورزا سيكس عندنا لها فيديو في عندنا كما فيديو من جيمز كوم للعبة بناتفرس زومبيس 2 انا لعب الجزء الاول تقريبا طولت فيه يمكن بس عشرين دقيقة وطفيتها لانا ما كان عندي شراب يلعبون معاي واللعبة اساسها كنا قصة اشياء كثير فيها مشاكل في البداية وبعنا خاص مع الزمن يعني رميناها ورانا لكن عمو من الجزء الثاني جلسين شوى لقطات هنا والاكيد ان اللعبة راح تقدم ثلاث شخصيات زومبيس جديدة ويمكن اكثر ما تملع عنهم الى الان فاذا انتم متحمسين اللعبة اعطونا طباعاتكم لان اللعبة واضح ان هي بطريقتها كده تحس كأنها غير زفور بس بشخصيات كيوت شوي في لعبة رعب اسمها ستيسيس كنا قد شفنا لها يعني معلومات من زمان وكذا حين فيه تريلر الاطلاق حقها جلسين نشوفه اللعبة اسلوبها ان هي رعب لكن ما فيها اي قتال كل اللعبة يعني يقول طريقتها زي اللي هو اشر واضغط نعرف هذي نظام لعب زي بروكين سورد وكذا لعبة كذا فهي فكرتها يعني مثيرة للاحتمام شوي انتم جلسين شوى اللاكتات قدامكم وتم تحديمه عند اطلاق مثل ما قلنا واحدة ثلاثين نواسطس على حسب الشخصي اعطيكم الفافع المتابعة ان شاء الله يكون كفيت ووفيت تنسوا اللايك سبسكرايب شير اشاهده كلها كمعاكم وحب المحفوظ سبحان الله بحمدك اشنل لا اله الانس اغفركم اتوب اليك سلام عليكم